ضحايا كثر وكلف مدقة عالية ومعضلة طال انتظار حلها يشكو منها معظم سكان محافظة المملكة ألا وهي مشكلة انتشار الكلاب الضالة بين الأحياء السكنية التقرير التالي والتفاصيل في الطرقات والساحات وحتى داخل الأحياء السكنية تنتشر هذه الكلاب الضالة متسببة بحالة عقر سجلت في الأوينة الأخيرة ارتفاعا مقلقا في محافظة مادبة يشكل الأطفال وكبار السن أبرز ضحاياها كلب ضال وشكل الكلب كان مسعور فكان متخبي تحت خزان المية فعقر الولد منطقة الوجه بعد 19 يوم من الغيبوبة انتقل إلى رحمته تعالى نتيجة عضة الكلب فالموضوع الآن الذي نحذر منه الذي هو الكلاب الضالة وحتى الكلاب المنزلية الآن هذا عبارة عن قلم بالموقوت شكاوى المواطنين من هذا الخطر لا يتوقف داعين الجهات المسؤولة إلى إيجاد حلول عملية وفعيلة لمعالجة المشكلة أنا أقترح على الجهات المختصة في محافظة مادبة أو اللي أعلى منها إنهم يقوموا على بإيجاد حجر أو مأوى لهذه الكلاب الضالة ويعتنوا فيها لكن إنها تظلها موجودة في الشوارع ليل نهار سابحة وتجد تهجم على كل رجل كبير بالسن أو طفل ماشي يجيب غرض من دكان يتهاجمه أنا أتصور أن هذه أصبحت ظاهرة يعني مش طبيعية الأرقام الرسمية تكشف عن ارتفاع في عدد حالات العقر يتبعه ارتفاع آخر في الكلف المادية لعلاج المصابين الإحصائيات في محافظة مادبة ولواء ذيبان وجزء من لواء الجيزة نلاحظ أنه في 2018 حوالي 1300 حالة عقر و2019 لغاية بداية شهر أيلول 1400 إذا عملنا إحصائية بسيطة بحوالي 300 ألف دينار تكلفة على خزينة الدولة لتجنب الخسائر المادية وقبل ذلك لحماية أرواح المواطنين تحاول البلدية اتباع نهج جديد بطريقة علمية في عنا الآن توجه إن شاء الله مساعدة جمعيات الرفق بالحيوان أو بعض الجهات المانحة إن شاء محجر خاص بهذه الكلاب الضلة بعد إن شاء الله أو ممكن يعني راح تكون يعني ما اترافك هذه الحالة أو حالات الحجر اللي هي حالات العكم من خلال المطعوم خاص بالكلاب وإن شاء الله نقدر نغطي تكليف هذا المحجر كلفة استمرار المشكلة كبيرة والمواطنون يأملون أن لا يمر وقت طويل حتى تجد الحلول المطروحة وجهتها الضالة